السلام عليكم الكل يبحث عن طريقة سهلة وموطوقة لإيجاد النيتشات المربحة غير أنه يصطدم بالواقع فيجد صعوبة كبيرة في اختيار هذه النيتشات لكن اليوم في هذا الفيديو سأريكم طريقة ستساعدكم كثيرا إن شاء الله على إيجاد هذه النيتشات وكذلك ستوفر عليكم العديد منها الجهد فأولا سوف نتوجه إلى موقع الغني عن كل تعريف كرياتيف فابريكا ثم قبل شرح الطريقة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على اشتراك في هذا الموقع الرائع فعرض الاشتراك الشهري 1 دولار قد عاد من جديد يمكنكم تحميل العديد من الصور والمحتويات التي ستساعدكم في عملكم كمصممين في امازون كدبي او ميرش باي امازون او اي بلاتفورم اخرى خاصة بالديزاين وسأضع لكم في وصف هذا الفيديو رابط الاستفادة من هذا العرض لكن كملاحظة سريع ايو اخواني فهذا العرض مدته محدودة فاقصى مدة قد تكون هي 24 ساعة او 48 لذلك احاولوا الدخول بسرعة الى الرابط والتحقق من هل العرض لازل موجود اذا على بركة الله اذا ادخل الى الموقع كرياتيب فابريكا اذهب الى الخانة الخاصة بالبحث ثم اكتب content books ثم بحث سوف يظهر لي هنا العديد من المحتويات الخاصة بكتب قليلة المحتوى والنقطة الجميلة هنا هو انه في حالة تمكننا من الحصول على هذا النيتش المربح وكان لدينا اشتراك مع كرياتيب فابريكا فلنجد اي مشكل في انشاء المحتوى الداخلي لهذا الكتاب لاننا بكل بساطة سوف نأخذ المحتوى الذي عرضه المصمم مجانا وسنقوم بانشاء غلاف فقط اذا ما يهمني هو الذهاب الى هذه الايقونة هنا most relevant تعني جميع الكتب او المحتويات الرائجة التي تباع بكترة وهنا سوف نجد ضلتنا فبما ان هذه الكتب تباع هنا بشكل كبير الا وانها نيتشات مربحة على امازون وعلى باقي المنصات الاخرى ثم oldest first وهي تعني جميع المحتويات الجديدة التي قام المصممون برفعها مؤخرا ثم هنا لدينا latest first وهذه تعني الكتب التي قام اصحابها بتصميم المحتويات الخاصة بها سابقا يعني بتاريخ قديم لكن ما يهمنا نحن دائما هو هذا الاختيار الاول most relevant فهنا مثلا سوف نبحث عن النيتشات التي قام المصممون برفع محتوياتها اذا ادخل الى هذا النيتش الاول اقوم بنسخ هذا العنوان ثم اعود الى امازون ثم اقوم بالبحث هنا لاحظوا معي اخواني هنا نتيجة جيدة جدا لكن هل الكتب تباع في الصفحة الاولى دائما هذين الشرطين يجب ان يتحققا ان اردتم نيتش مربح اذا هنا لا اجد اي مبيعات هنا حتى البس اير غير محدد الكتب ليس عليها اي اقبال اذا هذا نيتش لا احب ان اشغل عليه اعود الى كرياتي فابريكا ثم ابحث عن نيتش اخر مثلا هذا النيتش خاص برمضان الكريم اذا ابحث هنا في هذا النيتش اقوم بنسخ باسورد لوقبوك اذهب الى امازون ثم اقوم بنسخه هنا كذلك هنا نتيجة كبيرة يعني منافسة كبيرة على هذا النيتش لكن لاحظوا معي اخواني هناك العديد من المبيعات في الصفحة الاولى رغم ان النيتش عليه منافسة كبيرة الا ان الاقبال كذلك عليه كبير ولن تفتني هذه المناسبة اخواني واريكم هذه الطريقة التي لا يتبعها الكثير منها فعندما تجد ان النيتش عليه بحث كبير وعليه كذلك طلب كبير فاستغل هذه الفرصة انت كذلك وقوم بانشاء بعض الكتب ثلاثة او خمسة كتب في هذا النيتش وحاول ان تقوم بمنافسة اصحاب هذه الكتب سوف تحقق مبيعات رغم ان المنافسة كبيرة هذه من خلال تجربة شخصية لي انتم لن تخسروا شيئا فقط قوموا بتصميم خمسة كتب بتصميم جيد وان شاء الله سوف تشاهدون النتيجة بانفسكم ثم اقوم باضافة شيء اخر على هذا النيتش لاحظوا معي هذه الكيوورد التي قام امازون وقامت الادات بترشيحها لي فمثلا ساختار هذا الاختيار الاول لا زال البحث كبير لكن المبيعات كبيرة كذلك اقوم بالعودة اختار هذا كذلك وهو كذلك عليه منفسة كبيرة اقوم بالبحث في هذه الكلمات المفتاحية التي ترشحها لي امازون حتى اجد منافسة قليلة ثم اشتغل عليه مثلا ساختار فور جير اذا هذا نيتش جيد جدا فهذا النيتش قمنا ب ايجاده بطريقة سهلة جدا فلاحظوا عدد المنافسة 804 يعني المنافسة قليلة جدا ومع ذلك هناك مبيعات كبيرة في الصفحة الاولى لاحظوا معي اخواني وحتى بنسبة للتصاميم فهي تصاميم تبدو سهلة حتى على المبتدئين فلاحظوا معي اخواني وكلها تحقق مبيعات جد جد محترمة إذا لاحظوا معي اخواني هذه المبيعات التي حقق هذا الكتاب فهو يعني قام صاحبه برفعه في 26 ماي في نفس السنة والبسائر الخاص به 317 ألف إذا هذا الكتاب يحقق مبيعات محترمة فانظروا جميع الكتب تحقق مبيعات رغم أن التصميم سهل جدا يمكن أي شخص أن يقوم بتصميمه إذا هذه اخواني هي الطريقة السهلة لا أريد أن أطيل الفيديو ما عليكم سوى اتباع نفس الطريقة التي اتبعتها حتى وجدت هذا النيتش وإن شاء الله ستحققنا نتائج جيدة جدا وهنا إخواني أريد أن أركز على بعض النقاط التي يجب عليكم احترامها فدائما عند إنشاء المحتوى فخذوا كل وقتكم لا تتبعوا الفيديوهات التي تقوم بإنشاء 400 كتاب في اليوم 500 كتاب في اليوم فهذه تضيع للوقت فقط وقد تعرض حسابك للخطر لذلك أخي أختي ركزوا في التصميم قموا بأخذ وقت كافي لإيجاد النيتش المربح أولا ثم الكلمات المفتاحية تانيا ثم صمموا المحتوى الداخلي للكتاب بطريقة جيدة وكذلك الغلاف يجب أن يكون متير للانتباه وحاولوا أن تأخذوا بعض الألوان من الكتب المنافسة التي تحقق مبيعات وكذلك بالنسبة للعنوان حاولوا أن تشاهدوا الطريقة التي يضع بها المنافسين هذا العنوان حتى تعطوا قيمة خاصة ومضافة لكتبكم وهذه النقطة التي ركزت عليها إن احترمتمها إخواني فكونوا على يقين أن هذا المجال سوف تحققون فيه مبيعات جد جد محترمة والله ولي التوفيق إذن إخواني كالعادة إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على إعجاب ومشاركته مع الأصدقاء وإن كانت أخي أختي هذه أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول